السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله في الفيديو هنحضر مع بعض او هنجهز حاجات هتوفر علينا كتير هتنفعنا كمان ان شاء الله لشهر رمضان هنعمل مع بعض تشكيلة مخلل بجد تحفة جدا بطريقة سهلة وبسيطة ويطلع معاكي تحفة جدا لو جربتيه بنفس الطريقة تابعي بقى معايا الفيديو للاخر وان شاء الله تستفيدي منه وتجربي ولو وصفة واحدة منهم وما تنسيش لايك للفيديو واول حاجة هبدأ بيها هو المخلل اول نوع هبدأ اعمله هو اللفت جبت كده كمية من اللفت دول كده حوالي 3 كيلو وبتنقيه يكون حجمه كده وسط ما يكونش كبير اوي طبعا وما يكونش صغير اوي واول حاجة طبعا عملتها فيه اغسلته كويس جدا ونقعته كده في المياه شوية كده حلوية لحد ما لقيت المياه بتاعته بقيت لونها ابيض خالص يعني دي اول خطوة معنا بعد كده حطيته بقى كده في مصفة عشان يصفي بقى اي مياه فيه وبدأت اقطعه بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالقطع دي او طبعا باي سكينة عندك زي ما تحبي هقطع بقى كده كل الكمية بنفس الطريقة وخلصت كده الكمية اللي معايا كلها كده ما شاء الله زي ما احنا شايفين وهبدأ بقى اجيب المحلول او المياه اللي هبدأ اعملها للمخلل بس الاول حطيت كده قطعه من البنجر او قطعتين زي ما احنا شايفين كده وده طبعا لو حابة لونه يكون احمر معاكي او لونه كده وردي هبدأ بقى اضيف المياه ضفت لتر من المياه لكل لتر من المياه بضيف له معلقتين كبار من الخل ومعلقتين كبار من الملح الملح طبعا الخشن افضل حاجة تعملي بيها المخللات هو الملح الخشن لو هتستعملي الملح الناعم العادي هتحطي 3 معالق من الملح على كل لتر من المياه ده كده المقدار اللي بيطلع مظبوط ان شاء الله دفت له كمان معلقة كده صغيرة من هريسة الشطة قلبت بقى كده المحلول ده كويس جدا لحد ما لايه الملح معايا داب وهكمل طبعا بزود بقى المياه لحد طبعا ما تغطي معانا المخلل زودت كمان لتر من المياه دفت له معلقتين كبار من الملح الخشن وشوية طبعا من هريسة الشطة وده طبعا لو حبة هخلص بقى كده كل الكمية اللي معايا بزود بقى المياه حسب بقى محتاج وطبعا بقى انا هنقل كده الكمية دي معايا في برطمان كده زي ما احنا شايفين انا كنت الاول هعملها كده في العلبة بس طبعا هنقلب بقى البرطمان كده من يوم للتاني فطبعا احسن حاجة بقى هنستخدمها هو البرطمان زي ما احنا شايفين كده واهم حاجة طبعا ان المياه معانا تغطي كل المخلل او كل الليفت زي ما احنا شايفين كده طبعا بقى بقلبه ويوم بقلبه كده على الوش التاني عشان كده طبعا البرطمان معانا هيكون احسن حاجة سبت بقى كده مخلل الليفت معانا وده طبعا كده بعد اسبوع بنبدأ ناكل منه هبدأ بقى تاني نوع اعمله من المخللات هعمل مخلل القرنبيت او الكرنبيت جبت كده كرنبيتة زي ما احنا شايفين كاملة زي ما احنا شايفين كده وبدأت اقطعها للقطع كده صغيرة او وردات كده صغيرة وطبعا الاول انا غسلت الكرنبيت كويس جدا اول ما جبته بعدين هقطع بقى كده كل الكمية اللي معايا وبعدين هضيف عليه ميا مغلية او هجيب ميا كنت الاول غالتها وبضيف فيها الكرنبيت زي ما احنا شايفين كده يدوب بس كده بضيفه في الميا وبطلعه على طول يعني منسبهوش يقعد في الميا كتير طبعا عشان ما يتهراش مننا يدوب كده حطيته في المياه السخنة او المياه المغلية وهطلعه كده على طول كده كمان بنكون في نفس الوقت كده تهرنا او عقمنا كده الكرنبيت سبته بقى كده في مصفة يصفي بقى كل المياه اللي فيه وفي نفس الوقت بقى جبت كمية من الجزر انا طبعا هعمل الجزر مع الكرنبيت وكمان فلفل اخضر حرق طبعا او بارد بقى زي ما تحبي الاول طبعا غسلتهم كويس جدا غسلت كده الجزر والفلفل وبدأت كده اقطع الجزر زي ما احنا شايفين كده طبعا ما اقشرتهوش ولا حاجة اقطعت كمان الفلفل عشان كان معايا كبير شوية كده اسمته بس كده لنصين وهقطع بقى كده كل كمية الجزر اللي معايا بنفس الطريقة نفس كده القطع اللي قطعنا بيها اللفت وبكده بكون خلصت كل الكمية اللي معايا هبدأ بقى اجيب كده بارطمان وهعبي بقى فيه كده كل كمية المخلل اللي معايا الجزر والكرنابيت والفلفل زي ما احنا شايفين كده جبت كمان كمية من الخيار دور كده حوالي 2 كيلو طبعا يفضل بقى ان الخيار يكون حجمه كده صغير هيبقى احسن طبعا معاك في المخلل وده كده اللي كان متوفر عندي كان حجمه كده كبير شوية اسمته بس كده لجزئين او لنصين كده زي ما احنا شايفين طبعا لو حجمه بقى صغير بدي فيه كده كله مرة واحدة يعني مش بنقطعه ودي كده بتكون افضل نتيجة هتغذيها من المخلل للخيار هيطلع معاك كده ما ارمش وحلو جدا وهعمل طبعا محلول بقى الملح لكل بقى انواع المخلل اللي معايا بعمله كله كده بنفس الطريقة ضفت كمان شوية من البنجر للكرنبيت طبعا لو حبى بقى يكون لونه كده احمر لكن الخيار ما ضفتلوش طبعا بنجر عملت له بس محلول الملح اللي هو طبعا لكل لتر مية معلقتين كبار من الملح الخشن ومعلقتين من الخل حطت له بس كمان هريسة شطة هي لعطيت له كده اللون الاحمر شوية ده وهبدأ بقى اقفل البرتمانات معايا زي ما احنا شايفين كده اهم الحاجة طبعا تكون البرتمانات نديفة جدا قفلتها كده وحطيت كيس عشان طبعا ما يدخلش اي هوا بقى للمخلل وده كده شكل المخللات معانا ما شاء الله وزي ما احنا شايفين كده مخلل الليفت بدأ يبقى لونه كده وردي طبعا من البنجر وده كده شكل المخللات معانا طبعا عملناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة واي حد ممكن يعملها وان شاء الله نتيجة هتطلع طحفة جدا معاك مش هننسى كمان نعمل مخلل البتنجان جبت كده شوية من البتنجان طبعا يفضل بقى يكون حجمه صغير اكتر حطيته كده في حل على النار ضفت كمان معاك قطع كده من البنجر عشان طبعا عايزة يبقى لونه برضو احمر هسيبه بقى لحد ما يستويه طبعا مش بنزود عليه في السوى وبعدين بقى بحضر الخلطة اللي هنحشي بيها المخلل جبت كده طبق او بولا حطيت فيها شوية من الملح وشوية منها ريسة الشطة والطوم يعني هتبله بس بالملح والشطة والطوم وهنبدأ نفتح كده كل واحدة زي ما احنا شايفين كده وهنحشيها بشوية من الخلطة دي وبجد ما شاء الله طعمها حلو جدا خلطة بسيطة ولكن بجد طعمها حلو جدا مع البتنجان هخلص بقى كده كل الكمية بنفس الطريقة هضف له كمان شوية من الميا الميا اللي سلقت فيها البتنجان طبعا لونها كان احمر طبعا عشان ضفت فيها بقى البنجر زودت كمان شوية من البنجر وزودت كمان شوية من الملح على الميا وهبدأ بقى اضفها كده على البتنجان لحد كده ما تغطيه شوية وطبعا بقى بنحتفظ به كده في التلاجة بعد يومين او تلاتة طبعا بنبدأ كده ناكل منه وبجد طحفة ما شاء الله عملنا انواع من المخلل هتنفعنا كتير ان شاء الله لشهر رمضان وبجد موفرة جدا لو اشترتيها من برا اكيد هتدفع فيها كتير وطبعا مش بجودت ونظافة اللي عملناها في البيت هنفتح بقى على المخلل طبعا بعد اسبوع ده كده كان شكل المخلل اللفت معانا زي ما احنا شايفين كده لونه بقى وردي وتحفة جدا وكمان مخلل الكرنبيت والجزر والفلفل كمان استوى معانا زي ما احنا شايفين كده ولو المخلل بيقعد معاكي فترة طويلة ممكن تزوديله معلقة من السكر او معلقتين مع محلول الملح اللي احنا عملناه في الاول لو طبعا هيعود معاكي بقى الفترة طويلة ده كده بقى شكل المخلل معانا بجد تحفة جدا كمان مخلل الخيار زي ما احنا شايفين كده بجد كل واحدة كده متماسك جدا كمان مقرمشة طبعا عشان عملنا كده كل واحدة بوحدتها لما بنبدأ بقى نطلعه او نستخدمه بنقطعه كده زي ما احنا شايفين وبجد المخلل طعمه تحفة جدا بجد لو جربتيه بالطريقة دي تحفة بجد ما شاء الله هيعجبك جدا معلحه كمان مظبوط قوي اتمنى يكون عجبك وتجربي الطريقة وتاني حاجة بقى هنبدأ نعملها بحب كده تكون عندي دايما في التلاجة جبت كده شوية من الفلفل الاخضر طبعا حراق بقى او بارد زي ما تحبي او ممكن تديفي الاتنين مع بعض جبت الاول طاصة على النار دفتلها شوية من الزيت وهبدأ انزل عليه بالفلفل اللي انا مقطعه كده زي ما احنا شايفين قطعة كده تكون مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي دفتلها كمان معلقة من الطوم المفروم شوحت الاول الفلفل مع الطوم لحد كده ملاقيت لون الفلفل بدأ يغير معايا نزلت عليه بكمية من الطماطم مقطعها كده القطعة صغيرة تبلتها بشوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود شوية كده صغيرين وهسيبها بقى على نور هادية لحد ما تستوي بالشكل ده زي ما احنا شايفين ودي كده صلطة بسيطة جدا بتتقدم كده جنب الاكل جنب اي اكل بتفتح النفس طبعا وبتبقى جميلة جدا لما بتكون جهزة كده عندك في التلاجة في اي وقت كده بتاخذي منها وبتقدميها جنب الاكل زي المخليلات كده بالزبط طبعا استنيت عليها لما تبرد خالص وبدأت عبيها كده في علبة وهنحتفظ بقى بيها في التلاجة ناخد منها كده شوية جنب اي اكل بجد طحف جدا كمان سهلة وبسيطة قوي ودي كده تاني حاجة عملناها النهاردة من التحضيرات او التجهيزات اللي بحبها كده تكون موجودة عندي بتسهل بقى علينا كتير وثالث حاجة معنا في الفيديو النهاردة هعمل البقسمات او الفيجيتار جبت كده كمية من العيش الفينو البيت طبعا متبقى عندي من المدرسة بيتبقى عندي كده كمية بحتفظ بيهم او بجمعهم كده بعدين بدخلهم الفرن على درجة حرارة هادية يعني بحمصهم كده لحد ما يبقى العيش معي ناشف خالص بعدين بجيب الكبة وبطحنه بالشكل ده الاول طبعا بكسره وبعدين بطحنه كده ناعم زي ما احنا شايفين كده طبعا بقى البقسمات ده بنستخدمه في حاجات كتير قوي يعني باستخدمه مع اللحمة المفرومة او البني وبضف له كمان ساعات كده دقيق وخلطة من الفيجيتار الجاهز او الكريسبي وبيكون كده جاهز معانا في اي وقت لأي تدبيلة طبعا من الحاجات الضرورية والمهمة جدا تكون عندك او تكوني كده مجهزها قبل رمضان او في اي وقت كده بتسهل طبعا عليك كتير وكمان اوفر بكتير لو اشتريناه جاهز من برة وده كده كان فيديو النهاردة عملنا 3 حاجات او 3 تجهيزات لرمضان ان شاء الله هتنفعنا كتير جدا وهتوفر علينا في الوقت والمجهود ما تنسوش بلايك للفيديو لو عجبكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله ووصفات جديدة اسفكم في رعاية الله سلام عليكم اشتركوا في القناة